طيب نروح بعد كده للخبر اللي بعد كده معانا كرة اليد سيدات كرة اليد سيدات أيضا بيلعبه التمهيدي أنت زي ما حضراتكم عارفين كان المنتخب متجمع بيلعبطوط أفريقيا في السنغال وهذا الفريق كان مشارك منه ستة نادي الأهلي شارك منه ستة لعبات مع المنتخب وساهموا في حصول منتخب مصر على المركز الثامن ولكن دي كانت المشاركة الأولى لمنتخب مصر بعد عشر سنوات غياب عن أفريقيا فإذا يعني النتيجة مش مهمة ولكن الإسرار والاستمرار في الشتراكة منتخب الفريق رجعت مرة تاني وفريقنا طبعا كان لها مباراة مع البنك الأهلي بعد العودة وستطعنا أنهم يفوزوا بفرق كبير جدا على البنك الأهلي يمكن 38-20 آه 39-20 في الشوت الأول خلص 18-9 فريق كبير وأكدوا فوزهم البنات في الشوت الثاني وانتهى 39-20 فرقتنا كده بقت في المركز السادس من سماعة 17 نقطة من الفوز في 5 مطشاط قدام الزمالك والمعادي ومدينة ناصر وستة أكتور ببنك الأهلي وخسرنا مطشين قدام سموحة والطيران طبعا بفكر حضركم بحاجة أن الفريق ده ما تمرنش التمرين الكافي ليه لما تمرنش التمرين الكافي لأنه كان المنتخب بيستعد بطولة أفريقيا الدوري توقف 40-45 يوم تمام وكان فيه تمام اللاعبات مع المنتخب اتنين اتصابوا ورجعوا وستة تكملوا لتمنى الشفاء طبعا ليهم والفترة اللي كانت قبل بطولة أفريقيا كان المنتخب يتجمع 5 ايام 4 ايام في الأسبوع الفرقة بترجع تلعب أو تتمرن تمرينة واحدة مع النادي الأهلي أو اللاعبة تتمرن تمرينة واحدة مع النادي الأهلي وبعكية تلعب مباريتين فلم يحدث انسجام بالمرة بين اللاعبات وبين الجهاز الفني خاصة كانت محمد عادل أو زولة الشهير بزولة طبعا المدير الفني تولى المسؤولة بداية الموسم فلسه لسه ما فيش هارموني مع الجهاز الفني ولسه اللاعبات ما فهموش السيستم بتاعه فطبعا أكيد كان لازم يكون فيه مباريتين خسروهم ولكن أتصور مع المباريات وانتظام اللاعبات في التدريب وما فيش توقف خلاص الفترة اللي جاية واللاعبات بتمرنه 7 ايام في الأسبوع مع فرقتهم أتصور النتائج هتتحسن وكان طبعا آخرها طبعا البنك الأهلي وعلى فكر نادي بنك الأهلي نادي كبير ونادي محترم يعني هو ولد في كرة الهدي كبيرا حتى الفريق الرجال من الستة الكبار يعني أصدق لكم أنه مطش مش سهل ومع ذلك الفرقة أدت بشكل جيد وان شاء الله القادم لها أفضل بإذن الله ونتمنى عودة البطولات خاصة إن سنة الفيادة ما كانتش أحسن حال بالنسبة لكرة اليد سيدان